لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بديتها في جونفي رحلة الى علمانيا باش تفرض صوت الجزائر في المجتمع الدولي فيما يخص الملف الليبي انهيتها في ديسمبر 29 ديسمبر 2020 وانت عائد على كرسي متحرك او في ظروف اخرى من المانيا وانهم تقنع الجزائرين انك بخير فقط لم يعد تلك الملفات تهم هذا بسبب ممارسات بسبب محيط بائس على الرئيس اذا اراد ان لا يكون ضحية محيط وربما على طريقة اسوأ من طريق متفليقة ان يعيد مراجعة المحيط نتاع الرئاسي هذم المستشارين هذم اللي ما يصلحوش يسيروا صفحة في الفيسبوك طير يروح يدبر خبز على روح ويخدم في الجرائد كما موالف الحكومة ايضا يتم حل هذه الحكومة وتشوف تشكيل حكومة جديدة تتكون من طاقات حقيقية عادة وضع العسكر يكون دورهم يرجعوا الى ثكناتهم ما عندهمش علاقة بالمشهد السياسي خليهم يقوموا بدورهم في حماية حدود الجزائر وفي حماية الامن القومي الجزائري وما الى ذلك من هذه الامور التي اوكلت اليهم دستوريا اما الملعب السياسي خليه للسياسيين خليه للأحزاب السياسية الحقيقية هذه الاحزاب انتعلن الدكاكين الحزبية اللي كانت تسبح بحمد متفريقة كلها تستحق الحل حتى جبهة التحرير يجب ان تذهب الى المتحف حزب لا رندي هذا الحزب اللي انبتبش لاغمه في التسعينات وتحول الى وكر المرتشين والفاسدين والمفسدين كلها احزاب لا قيمة لها خلي الأجيال الجديدة تشكل منظومة حزبية حقيقية تكون مقنعة للجزائريين وتبحث عن غد الجزائر في مرحلة صعبة وفي مستقبل اصعب مما يمكن تخيله لا يليق برئيس جمهورية ان يكون محيطه من اشباه المسؤولين وربما حتى من اشباه الرجال الذين لا قيمة لهم في بيوتهم كيف راح يكون لديهم قيمة بين الجزائريين عودة الرئيس على كرسي متحرك وبهذه الطريقة البائسة التي لم تقنع حتى القائمين عليها ولا حتى التلفزيونات لو لا انها هناك قبضة حديدية على وسائل الإعلام لا قيل الكثير نحن بهذه الطريقة لا نريد فتنة ولا نريد زج بالجزائر في مستنقعات ولكن إذا كان حراك شعبي وصل الحال إلى هذه الدرجة يعيش في هذا الوهم وهذه الأكاذيب لا تلوم الجزائريين إن طالبوا بالعودة إلى حراكهم لا تلومهم ما تلومهمش أصلا لأنه لم يحقق لهم بل أنتم تعطون فرصة للناس الذين كانوا يريدون من الحراك الشعبي أن يدخلوا الجزائر في صراعات وحروب وفتن وكذا وكذا أنتم بهذه الطريقة تعطوا لهم الفرصة أنتم تعدون الرئيس ولا أين البروتوكول الرئاسي البروتوكول الرئاسي هذا هو رأي نستقر عليه وتتكون عليه باش تعطي صورة يرى للرئيس رأي ظهور الرئيس راه قبل أن يتكلم هناك رسائل في ظهوره أنتم بهذه الطريقة أعطيتوا رسائل بوتفليقية بائسة بمعنى الكلمة ما العيب أن يظهر الرئيس على كرسي متحرك لا يوجد أي أظهروه على كرسي متحرك لأنه هنا وانظهرتوه على كرسي متحرك رايح تفضح أنفسكم أكثر مما أنتم مفضحين على مدار هذه الفطرة اللي قضاها الرئيس في ألمانيا ولكن تفديتم هذا الأمر حتى لا تقعوا في هذا الفخ خدم أنه الرئيس رح يوقع رح يوقع قانون المالية كيف رح يوقعه؟ رح ممكن أنا أقول هذا لكم ممكن إذا الرئيس ممكن يقدر يوقف يوقف هكذا صورة جماعية والرئيس واقف أقف بعد ما يوقع لأنه أكيد رح يوقع جالس التوقيع رح يوقع جالس وبعد ذلك صورة ذكرية وهو واقف ربما رح يوقف الثواني وانتهى الأمر لكن ظهره للجزائريين وهو يمشي إذا ما يقدرش يمشي صارحوا الجزائريين بأنه الرئيس رح يجرى عملية جراحية في رجله ورح يتعافى وآن حاليا ما يقدرش يمشي بسبب رح عملية جراحية وهذه أنه نعم رحهم الناس رياضيين نجوم العالم أجروا عملية جراحية ويظهروا على عكاز وكي يظهر على كورسي متحرك عادي حتى يرتاح الجرح بتاعه ما فيها بأس ما فيها حتى إشكال لما تكون الصراحة والشفافية أما لما يكون الكذب سيصير مصير الدولة أنها لا تجد لا تجد حتى من يصدق أكذيبها من عوام الناس مش أنه نخبل أنتم رأيه رأيه مش قضية الرئيس لما يظهر هذا كين دول تشوفيه كين أجهزة استخباراتية عالمية تشوفيه كين دول معادية تشوفيه كين شعوب تشوفيه كين وسائل الإعلام تشوفيه كين جزائريين يشوفوا فيه كين 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 الأمر رأيه مش فقط يهمكم كيفاش أنتم تشوفوا الأمور ها هي خطوطك يمشي يجلس ويقعد الكلمة اللي يقولها فيها رسائل دول ورسائل إلى هيئات ورسائل إلى منظمات ورسائل إلى وسائل الإعلام وأنتم بهذه الطريقة وش بالرسائل قاعدين تقدم تقدموا رسالة واحدة أن الدولة الجزائرية دولة بائسة دولة ضعيفة لم تعد لديها أي قيمة حتى في التعامل مع رئيس جمهورية هذا اللي وصلنا له السبب واش أن الذين يطبخون الطبخة ما يفكروش بعقولهم كي الناس من كزرنات يفكروا لهم ويبعثوا لهم ديروا هكذا وديروا هكذا أنت مسؤول ما تحتاجش واحد يفكر لك أنت تقوم بواجب ما يجب أن تقوم حتى الرئيس بحد ذاته بروتوكولاته كل خطياته يديروا هملو وهو لازم يطيعه لازم ينفذ وليازم يدير واش يبغل يبغل هذم القيمين بالبروتوكولاته إخواني الكرام حتى لا أتير عليكم أنا والله العظيم شعرت بإش مئزاز كبير كنت أتمنى لما جاني خبر عودة الرئيس ونشرته كنت أتمنى أن يظهر الرئيس وهو نازل ماشي حتى يبدد كل الدعاية ولكن ظهور هذا زاد دعايات أخرى ولا تقولوا أن الدعايات لن تضر عن بعض بعض ينسر واش يهمني فيهم نحن ماشيين دولة الجزائرية أبدا حتى جمعت بوتفليقة كان يقولوك حتى أو يحيى كان يقولهمك وشوفوا كيف شو الله مصيرهم وإذا وصلتم على هذا الطريق سيكون مصيركم أسوأ ما تنسوش يا شنقريحة ويا تببون ويا غير ويا علي بن علي ويا غيركم أنكم فتوا سبعينات من عماركم لم يبق لكم الكثير في الدنيا هذه قداش مازلتوا رايح تعيشوا في السلطة وفي الجاه وفي الفخفخة هذه فكروا في الأجيال القادمة فكروا في الدولة فكروا في أولادكم أولادكم انتم ما ترحلوا ها والقايد صالح كان كان أقوى رجل في الدولة الجزائرية ها ورحل وهاك تشوف كل من هبه ودب صار يتطاول عليه ويستهد في أولاده ويستهد في أسرطه سيكون حالكم أسوأ رغم أنها مقارنة غير مقبولة لأن هذا الرجل في عام الأخير قدم للجزائر ما يمسح كل خطاياها السابقة على الأقل أمامنا نحن كجزائريين أما مع رب العالمين هو الآن عند ربه وربه أعلم به منه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله